السلام عليكم, أنا أبرالي ياسين سنتحدث عن نظرة المجتمع الصحة النفسية والطب النفسي أو ما تسمى بالاستغما النظرة الاستحائية من أن أنا أطلب المساعدة من موالج نفسي أو من الطبيب نفسي نحن في مجتمع أو في عصر لا يخلوا من المشاكل لا يخلوا من الضغوط لا يخلوا من أن الوحد محتاج فعلاً ينفذ عن الطاقة السلبية يعني يتكلم عن المشاكل وأنه يحاول الحل أي شخص تجد الشارع يقول لك كلنا محتاجين فالحاجة كانت مهاجمانة من كم ناحية ومن كم زاوية فقلت تواجهنا إنه خلاص الحاجة أنا أريدك تواجهني دائماً وأنا أريد أن أمشي بواجهني المجتمع أنه أنت مجنون حتى بشي طبيب نفسي أو معالج نفسي أنت جنيت يعني فرابطين فكرياً كده بأنه ارتباط الحاجة بمشيتك إنه أنت خلاص فالرسالة أريد أن أقدمها للمجتمع أنه زي ما جسمك بمرض نفسك برضو التمرض وليها حق في أنك أنت تشوف المزاعلة ومضايقة المشكلة التي لم أجدت لها حال تحل المشكلة أو الموضوع المعين وتقدر تواصل في حياتك لأنه أي وقفة حتى الأمراض الجسرية نجد الأساس بتاعها نفسي أنه أنت في مشكلة حصلت لك ومدعمت مع بصورة كثيرة فظهر لك مثلا في شكل ضغط في شكل غلون في شكل مرض عضوي وانت نفسيا كده أمورك ما مزبوط يعني فإن أنت أمورك ما مزبوطة لا تصرح بها لأن الناس ستعين لك يعني أنه نظر أقل من المجتمع العادي وما سيعملوك كشخص طبيعي فالناس هم في الحال الثان سيتكلمون إذا أنت طلبت المساعدة سيتكلمون سيقول لك مجنون هذه النظر اللي يخاف مننا أنه أنا مجنون لي أمشي في النظر الثاني أنه أنت في الوقت الراهن إذا ما طلبت الحل للمشكل المعينة ستطلب الحل بصورة إجبارية يعني وانت ما راضي بغصبا عنك عشان ستعمل سلوكيات شازة تصرفات غريبة ستطلب من الناس أنه تودك المساعد يعني وانت ما تقصد هناك سيكون الموضوع يعني شوية مستضرب لأنك ستكون إتأخرته كل ما كان نحن عارفين التدخل البدري يعلم ذلك الموضوع بصور أسرع في زمان مثل يقولوه وحبوباتنا مهنة أنه الموعون الليين غسيله هين فنفس الشيء المشاكل كله ما كانت بسيطة أنت طلبت فيها المساعدة من السهل أنك تلقالها حلول يعني لأنا من تلاقي مشكلة أنه الله يا أخي أنا داخل الجامعة وخايف من المجتمع الحلاقي وخايف من الناس خايف من كذا أنا أدعمل مع الموضوع كيف يعني الموضوع ممكن حتى ذاته يكون جلسات طويلة ممكن يكون يعني سوشاً واحدة يشرح لك فيها أنه يكون مفروض يعني عمل مع واحد نين ثلاثة عشان تعدل الموضوع يقول لك الموضوع حتى أنت ممكن تتوعي زوال غيرك أنه يا أخي أنت لمنتج المرحلة ما تطور مرحلة انتقالية أنت خلصت مرحلة بتاعت السانوي وعايز تدخل لمرحلة جديدة وذاته يوريك طلب المساعدة أنه أنت متطلبة المرحلة مفروض تتعمل كيف المشكلة فلانية عايز تتزوج يوريك المواصفات المعينة اللي يكون له حاجة عشان نخطوك في الطريق الصح عشان أصفاً في الأول والآخر الطب النسوي والصحة النفسية يعني لما نجوجه عشان لنحن عشان تكون أنت مزبوط نفسياً كده تعمل حاجة ومزاجك رائي ومزاجك مبسوط ما عندك مشكلة واقفة لك إنه والله المشكلة التي قلت لي صعبة لدرجة لنا أنا ما قادر أتعامل معك دائماً المجتمع يكون في جانب إيجابي وجانب سلبي اللي لا مثلاً أنتوا في الجامعة حسيتون أنه والله يا أخي صاحبكم أو صاحبكم محتاج لتدخل يعني أو لمعالجة أو كده انتوا ما تحسسوه طوال يعني ما تكونوا نفسي العقليات القديمة يعني انتوا حاولوا خلوكم انتوا التحديثين يقول لك أنت الحاجة العائزة انت عايز تكون انت عايزة لنص تحترمك فانت خليك محترم فانتوا طيب شايف أنه المعالجة نفسية أو الطب النسي ماعب لا تتطبق الحاجة حاسي أنه صاحبك حصل لهم موقف يعني عصيب مثلاً توفت واحد من أسرتهم أو مرة بالمشكلة أو صد معاطفية المهم المشاكلة تكون متواحدة لا يجعلك الزول تدعم لهم يعني انت تقول له يا أخو والله انت أنحى استيبتكم يوم كده ما عجبنا ونحن نطلع ونكون مع بعض والله يعني أنا أعرف لك كده كده أمشي أطلب مثلاً أو كده يعني أدي وإحساسي أنه أنا معاك ما عشان المشكلة ديتها حصلت لك معنى أنت خلاص إحنا بجيت أنت مجنول أو كده لا نحسس بالموضوع بل بسيط يعني وريه له بطريقة كده كويسة أنك أنت كده داعه وأنك كده حتى أنت تقول له يا أخيانا بمشي معك أنت هنا تعمل اثنين في واحد أنت هنا تكون دعمته وقفت جنبه كده حتكون مصدر أمام بالنسبة له في نفس اللحظة عادي ستكون أنت تخلص نظرة المجتمع أو النظر السلبية للطب النفسي أو الصحة النفسية عندما تجيك مشكلة ستقول له يا صاحب إذا أنا لما نصحته ستجاوز الموضوع فأنا أيضاً أمشي فأنت أبدا من نفسك لا تقول لا كل منتظر الثاني يتغير لا المجتمع لا يتغير لأن المجتمع هذا إحنا ذات فأنت هنا التغيير الذي يريد أن يكون في المجتمع ما هو؟ سوق من يده أو وجهه من المشكلة حتى عندما تحصل لك مشكلة تجي تطلب في النهاية مننا المساعدة في الآخر نحن نقول أن الطب النفسي والصحة النفسية معب نحن وجدنا عشانكم فأطلب المساعدة النفسية عشان نفسكم أنتم في الأول بعد ذلك ثاني يبقى الناس كلهم يتحدث لكن أنتم في الأول ترجمة نانسي قنقر